رغم الجهود الحثيثة لمكافحتها وتغليض العقوبات عليها سجلت جرائم المخدرات بشقيها الإتجار والتعاطي العام الماضي ارتفاعا هو الأعلى في الأردن منذ عشر سنوات بنسبة بلغت نحو 25.5% عن عام 2022 نستعرض معكم أبرز الأرقام الخاصة بملف المخدرات البداية من جرائم المخدرات في الأردن الحشيش والكبتاجون الأكثر انتشارا الكريستال أخطر المواد المخدرة العزلة واضطراب النوم أبرز الأعراض التي يجب أن يعلم الأهل في حال كان ابنهم يتعاطى المخدرات 22.956 قضية مسجلة في 2023 18.334 قضية مسجلة في 2022 25.3% نسبة ارتفاع جرائم المخدرات ما بين العامين وبالانتقال أيضا لمتابعة القضايا 7.345 قضية اتجار في 2023 أما في عام 2022 فكانت النسبة وعدد القضايا 5.225 قضية اتجار في عام 2022 15.611 قضية حيازة وتعاطي في عام 2023 وهو الرقم مرتفع نوعا ما عما سجل في عام 2022 حيث سجل 13.039 قضية حيازة وتعاطي للمخدرات في عام 2022 وايضا نتابع اقليم العاصمة هو الاعلى بجرائم المخدرات ب 9.417 قضية واقليم الوسط في المرتبة الثانية ب 4.891 قضية اما اقليم الشمال في المرتبة الثالثة ب 4.659 قضية مناطق البادية الاقل معدلا ب 1338 قضية من القضايا التي سجلت في الاعوام الفائتة وايضا نتابع في هذه الارقام ونستعرضها ايضا مع ضيفنا في الاستوديو وللحديث اكثر عن ملف المخدرات نرحب الخبير الامني الدكتور عمار الاغضاء صباح الخير مرحبا صباح الخير يا خير مرحبا صباح الخير صباح الخير يعطيكم العافية جميعا شكرا لكم على الاستضافة لربما تابعنا الارقام وهي امامك هناك ارتفاع بنسبة 25% تقريبا عن عام 2022 مقارنة في عام 2023 نعم الى ماذا تعزي هذا الارتفاع في الارقام ابتداء طبعا ارتفاع الارقام صعودا يدل على ان هناك يعني نشاط مستمر من قبل مهربي المواد المخدرة نعم ومستقبليها في الجانب الاردني ثم مروجيها وصولا الى الحلقة الاخيرة في سلسلة توريد المخدرات وهي الحلقة المستهدفة بالادمان وهم المتعاطين نعم وبالتالي دلالة ذلك انه كمان انتو مش حاطين الكمبيات المضبوطة مثلا بالالفين واثنين وعشرين تسع وستين مليون حبة كيبتاجون تم ضبطها بالالفين واثنين وعشرين وباقي المواد الاخرى من الكريستال هوروين او كوكاين الى اخرين زيادة كبيرة في الثلاث سنوات الاخيرة الماضية بعملية الانتاج من الاراضي السورية واستمرار عمليات التهريب بكميات يعني محاولات خرق الحدود الاردنية من خلال عدة اماكن على المنطقة الشمالية الشرقية اللي طولها 378 كيلو متر واصرار هذه الميليشيات المدعومة والمنظمة على ادخال هذه الكميات ايضا ليس فقط الحدود الشمالية هي المكان الوحيد الذي تدخل منه المخدرات لان الاستمكان بالقوات المسلحة والاجزة الاستخبارية في القوات المسلحة يعني فيه ضغط كبير جدا وفيه مجابهة وحزم في ملف متابعة حرب المخدرات وهي فعلا حرب لهذه المواد المخدرات هناك معابر اخرى رسمية مثل الحدود جابر من مثل باقي الحدود يعني الان العقبة الشحن البحري الكثير من المركبات العادية المواطنين العاديين ايضا هناك عمليات تهريب من خلال طرق التهريب الفواكه البطيخ يعني اماكن خاصة في النقل البري يعني هذا النقل البري الرسمي اتحدث ولكن هاي الاسليب دكتور هي قديمة نعم ولم تدفع النسب نعم ولكنها مستمرة لكن الكميات الاكبر كميات اشوف اكبر شيء في عملية النقل البحري ان الوضع بالعقبة جيد ومسيطر عليه في اوروبا في اميركا الامر مختلف مئات الاطنان سنويا تدخل الى ميناء انترويب 120 طن في سنة واحدة فقط مادة الكوكاين في ميناء انترويب في بلجيكا احنا الوضع انه مختلف يعني جيد مقارنة مع اوروبا والولايات المتحدة الامريكية لكن قضية الحدود قضية مهمة وهناك مواد تدخل نعم هناك مواد تدخل هناك مخزون لهذه المواد المخدرة هناك مخزون كمية الانتاج يعني تتحدث عن عن نحكيها يعني بكل صراحة بالاراضة السورية 80 بالمئة من الكيبتاغون ينتج في تقريبا 250 الى 300 موقع مصنع كيبتاغون وتصدر الى العالم يعني قضية مالطة انضبط فيها ما قيمة مليار مليار دولار كمية الكيبتاغون اللي تم ضبطها في مالطة وقضية في ايطاليا وفي فرنسا في اوروبا هذه المواد كلها بموجب سندات الشحن في قضايا مثبته ان مكان شحن هذه المواد المهربة في بضائع هو ميناء اللاذقية من سوريا وبالتالي هناك كمية كبيرة من الانتاج هناك اصرار على اقتحام الحدود الأردنية واستهداف الامن الوطني من خلال تهريب المخدرات بالطرق اللي شفناه وحكينا عنه هون في اكثر من برنامج عندك هون ومن خلال هذه الميليشيات المدعومة والتي تسهل مهمتها بان تقترم بين الحدود وان تقسم نفسها الى فرق وتحاول ادخال الى داخل الداخل نعم عم نحكي عن الكيبتاغون الحشيش والكيبتاغون هل جميع هذه القضايا هي كيبتاغون وحشيش ام هنالك انواع مخدرة اخرى في الاردن نعم هناك الحشيش والكيبتاغون انتو ذكرتوه هذا كل المواد والكريستال اللي انتو حاطين اخطر المواد المخدرة صحيح الحشيش والكيبتاغون يتم تصنيعه داخل اراضي السورية الحشيش داخل اراضي اللبنانية الكريستال يتم داخل مناطق يعني مجاورة خلالينا نحكي لسوريا واكثر منطقة اللي هي في المنطقة الايرانية اراضي الايرانية تم تهريبها الى الداخل اللبناني ثم سوريا ثم الى الاردن بالنسبة للحشيش والكيبتاغون حكينا عنه لكن من ناحية العزلة والاضطراب النوم وابرز الاعراض الخطورة في الكريستال وكله ادمان ترى دير بالك صحيح كلها مدرجة على قائمة المخدرات والعقاقير الخطرة لاننا عنا 12 جدول يعني انا معرفتي فيها مش معرفة فنية المواد المخدرة ولا طبية لكن ليش مهتم فيها ومتابع لها لانه هذه مرتبطة بالقانون لانه القانون يعاقب على حيازة هذه المواد عقوبة مثلا حائز الكريستال بقصد التعاطي تختلف عن عقوبة حائز الحشيش او الكيبتاغون لغاية التعاطي فبالتالي خطورتها حتى عالميا هناك جداول الجدول الاول بيكون اشد انواع العقوبات بالمواد الخطرة ويشدها مثلا الكوكاين والهروين والكريستال مث اللي بنسمع فيه منتشر في الولايات المتحدة الامريكية ويهرب من الصين عبر المكسيك الان المادة الكريستال بسموها مخدر الشيطان مادة منشطة مهلوسة ام طبعا هي من المواد الميثا الميثا ام فيتامين هي تركيبة كيميائية تخليقية تصنيعية ليست لها اي اصول طبيعية كالحشيش الحشيش بتعرف اساسه هو القنة بالهندي او الكنابس ويتم تصنيحه بطرق يعني معينة وتهريبة الكيبتاجون من اسهل المواد المخدرة الكيبتاجون لا يحتاج الى مكبس والى معادلة بسيطة عم باودر بيكبسوا المكبس حقه 25 دولار بيتم تهريبه من ايران الله يبعدوا عنه من ايران لا 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 سوريا مش عنا انا بدي اروح بس للرقم بعدين من ارجع للقانون عم نحتي على 22.956 قضية في الالفين وثلاث وعشرين في الالفين وثلاث وعشرين بشكل عام اذا ما حللنا هذا الرقم ضبط فيها خمس وثلاثين الف وسبعمائة شخص انا بدي اضيف لك الاعمار من هم المعرضون بشكل اكبر من للادمان قصدك ولا انت هون هاي قضية تشتمل على الحيازة بقصد التعاطي تمام والاتجار والاتجار والترويج نعم ماشي هاي هون بشكل عام قضايا مسجلي بشكل عام 22.956 قضية مصنفة مقسمة الى عدة اقسام هاي منها 7.335 قضية اتجار تمام وعندك 13.039 حيازة وتعاطي الان الحيازة والتعاطي تتحدث عنه الان الحيازة والتعاطي المشكلة الان انه عنا يعني للاسف انه ظاهرة او حجم مشكلة المخدرات في الاردن اصبح ملموس واصبح يعني في نتائج تحوم حول اتصالها مش تحوم تؤكد اتصالها في جرائم قتل قتل نعم جرائم قتل تحت تأثير خاصة مادة الكريستل الكريستل مثل جرائم قتل سرقات مشاجرات عنف اسري طلاق اضطرابات نفسية انتحار ذكرنا جرائم القتل طبعا اول واحدة وايضا ما تسبب من امراض نفسية للشخص المتعاطي لانه هذه المادة كيميائية خالصة ادمانها قد يكون من الجرع الاولى رخيصة بالنسبة لباقي المواد الاخرى المنصول الطبيعية كالافيون او الهروين او الكوكاين تأثيراتها يعني بسموه مخدر الشيطان مشهور بمخدر الشيطان و ادمانه قد يكون من الجرع الاولى نتائجه كارثية مواد منشطة مهلوسة تذهب بالعقل تغير كيمياء المخ هلوسات سمعية هلوسات بصرية الانسان يفقد يعني كيانه يتصرف بعنف مع اقرب الناس اله تؤدي الى حالات يعني تشنجات العزلة الثرثرة والكلام سقوط كثرة الثرثرة والكلام سقوط الاسنان يعني مادة مدمرة مهلكة لكل المجتمع طيب بنا ننوجه الجهود دكتور عمر ننوجه الجهود اليوم في عنا هذا العدد من قضايا التعاطي والحيازة نعم انا بدي بعد عن الاتجار قليلا ولكن فيما يتعلق بالتعاطي والحيازة اليوم اذا ما حللنا هذا الرقم الفئة العمرية عم نحكي بين الثمنتاش والخمسة وعشرين نحكي بين الخمسة وعشرين والخمسة وعشرين لو اقل من ثمنتاش لو اقل من ثمنتاش لا فئة اقل من ثمنتاش اذا ايضا تعاطي الإناث نعم لكن لا يتوجد عندنا اذا هذه محلة للأرقام نعم لا توجد عندنا دراسة وطنية تتعاية تذكر حجم مشكلة تعاطي المواد المخدرة او نسبة المتعاطي يعني الان انت لما بتقول بالالفين وثلاث وعشرين هون الالفين وثلاث وعشرين نعم خمسة عشر الف وستمائة وحداش قضية حيازة وتعاطي نعم حيازة وتعاطي طيب هاي يقابلها يقابلها بالثلاث وعشرين اه اتنين عفوا وين هاي ايو eight نعم عندنا حيازة وتعاطي الاتجار بالثلاث وعشرين سبع الاف وثلاثمائة وخمسة وعربعين قديش قديش نسبة الحيازة بقصد الاتجار مقابل الحيازة بقصد التعاطي كتاعدة تقريبا أثنين اثنين تقريبا أربعة إلى واحد أثنين إلى واحد يعني معقول كل تاجر مخدرات أو مروج مخدرات إلو فقط اثنين متعاطين أو اثنين بوينت إشي يعني القصد أنه في أرقام غائبة في أرقام غائبة تحتاج إلى جهد ليس فقط من إدارة مكافحة المخدرات أو الأمن العام يجب أن يكون هناك مؤسسات معنية بتحديد يعني أعداء حجم مشكلة التعاطي لأنه هذه الأرقام ما تم ضبطه طيب ما لم يتم ضبطه من كميات ومن أشخاص متعاطين بدك يعني على الأقل ممكن تضرب الرقم التعاطي في أربعة في أربعة أقل تقدير إيلي أنا يعني في أربعة أنت عم تحكي عن ستين ألف آه طبعاً ستين ألف وأكثر من ستين ألف وتجاوزت المئة ألف متعاطين بس هذا رقم كبير لا لا هذا سيد هذا واقع نسبة إلى عدد السكان أنا منتك قبل الفاصل كنا منحكي عن أمريكا وحكيت لي بأنه في مئتين ألف وفاة نسين ألف وفاة في ستين من مادة الفنتنيل والزيلازين بعد خلطهما وبمواد أخرى حتى تفرق مع المروجين ما بتفرق عنده شو بيموت المهم يبيع وسوق نفس عقلي التاجر المخدرات في الأردن وعند تاجر المخدرات في أمريكا بس الحمد لله هذه المواد الخطرة جداً نسأل الله أنه ما يكون عندنا ومراقبة أن لا تدخل إلى داخل البلاد من خلال جهود إدارة مكافحة المخدرات كما أنه حكينا عن جهود إدارة المكافحة اليوم المسؤولية ليست على المكافحة فقط المسؤولية على الأهل على الأسرة على المجتمع على المؤسسات على المدرسة على الجامعات وإنت عم تحكي لي عن أطفال نعم أحداث أحداث ونساء ومتعاطين ما فوق الثمانداشر سنة هذه الأرقام كلها يعني كيف أنا أقدرها أقدرها من مشاهداتي من خلال دراستي للأرقام من خلال ما يتم ضبطه أن أقدرها من حقه خلال مثلاً أعداد مراكز الإصلاح والتأهيل أنا قلتها سابقاً إذا أردت أن تعرف حجمها مشكلة فانظر إلى عدد النزلاء هذه الفئة من الجرائم في مراكز الإصلاح والتأهيل مراكز الإصلاح والتأهيل تصل لـ 50% من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل إذا كانوا 20 ألف هم على قضايا مخدرات إضافة إلى نقطة هامة جداً أنه موضوع التعاطي موضوع التعاطي يعني الأصل أن يتم عقوبات التعاطي في المادة التاسعة من قانون المخدرات والمؤثرات أنا أبدأ أجل للقانون ومهم القانون لا خلينا نبلش بالقانون اليوم هل القانون بحاجة إلى إعادة صياغة لتخفيف هذه النسب وتخفيف هذه الأرقام هل ما ورد في القانون وأنت معك القانون هنا هل ما ورد في القانون اليوم نعم بحاجة إلى تعديل للقضاء على هذه الأرقام شوف التعديلات التي أجرت على قانون الـ 22 في قانون المخدرات تعرف الأردن مر بانتكاسة تشريعية في قانون المخدرات عندما أعفى المتعاطي نهائياً من العقاب والقيد 2010 لـ 2016 ثم التعديل الأخير حسناً فعل المشرع الأردني بأن جرم فعل التعاطي لكن عندنا هون يعني هي مش مشكلة بالتطبيق كمان يعني الطاقة الاستيعابية في مراكز الإصلاح والتأهيل لا تحتمل حجم قضايا المخدرات متعاطية المخدرات الترويج والإثجار يتم توقيفهم يعني بجميع الأحوال أما عندنا إشكالية بسيطة فيما يتعلق بالتطبيق العقوبة على المروج المروج عليه عقوبة والأصل أن يتم يعني وضعه داخل المراكز الإصلاح والتأهيل وأنا مع هذا التوجه لكن لا يكون له قيد أو سابق جرمي لغاية إعطاءه منحه فرصة للعمل أو فرصة يعني تجاوز لكن تكرار القيد الأول إلى القيد العشرة والقيد 12 و13 وعدم توقيفه ودفع فقط الغرامة الغرامات تتراوح بالنسبة للتعاطي الحياسي بغسطة تعاطي من 200 دينار 500 دينار 1000 دينار بدفع لألف دينار وبطلع طبعا لأسباب كثيرة منها عدم وجود يعني إطاقة السعبية كافية في مراكز الإصلاح والتأهيل فأنا من هذا المنبر شعر المتعاطي المخدرات ده ضاع المشكلة وينحط إيدي على المشكلة من هذا المنبر شعر كثير متعاطي المخدرات أول مبارح واحد يعني إلي أنا بقول لي الألف دينار بتجيب جهازات براجعوني مهو بالمكتب مرات براجعوني قسم منهم نتوسط لهم بروحوا على مركز العلاج نعم مع أنه على فكرة على هامش الموضوع هذا التسليم الطوعي لها عقابة عليه ومفتوح مركز علاج المخدرات وطاقتهم مجانا نعم مجانا فبقول لي الألف دينار جاهزة لما بنمسك بدفع الألف دينار بدل التعاطي يعني قرامة التعاطي وبطلع علي أطمع شرقيد علي أطمع شرقيد فهنا هنا لأن شعرت هذه الفئة أنه يعني يدفع الفلوس وما فيش ما فيش حبس أنا مع أن يكون مكان خاص لو يتم استحداثه والله بأطراف عمان أو في الصحراء المنطقة المحيطة فينا أن يتم استحداثه لأنه يجب تفعيل عقوبة متعاطي المخدرات ويجب حبسه وتنفيذ هذه العقوبة فيه حتى لا يستسهل تعاطي المخدرات ومكرر خاصة أنه مكررين لهذا الجرق الأصل أن الالتزام بالقانون أن يتم عقابه وتشديد العقوبة عليه في حال التكرار مش أنه أنا فقط أدفعه عرف عليه كيف هذه النقطة دقيقة تبقى معنا دقيقة دقيقة واحدة بثلاث نقاط ثلاث نقاط يجب يجب يعني دمج عقوبة الترويج مع الإثجار بحيث أنه التاجر والمروج هو نفس الشيء أما المروج عقوبته خمس سنوات والتاجر خمس عشر سنة والقانون لم يضع قالبا معينا للتمييز بين التاجر وبين المروج هذه واحد المروج هو تاجر نعم هذه واحد الثانية أن يكون هناك توعية أسرية مستمرة مؤسسات الإعلامية المدارس ضعف الجامعات بالتوجيه حول قضايا المخدرات الإعلامي جلال سيدنا لما ظهر إدارة مكافحة المخدرات ووضع الاستراتيجية الإعلامية والوقائية لمكافحة المخدرات تحتاج إلى من ينفذها صحيح نحن فقط نأخذ الرؤى الملكية ثم هناك ضعف في التطبيق فقط الأمن العام الذي يقوم بهذا الدور إعلاميا وبروج هذه إذن يجب تشاركية المؤسسات تشاركية كل مؤسسات الدولة والمجتمع نعم ثالثا ما حكينا يزن القانون القانون حكينا القانون قلنا لك التغيير المادنة الترويج يجب أن يلحق بالإتجار خمسة عشر سنة مش معقول أنه لا يوجد قالب معين بالقانون يميز بين الحائز بين قصد الترويج والحائز بقصد الإتجار الحائز بقصد الترويج خطير لأنه هو سلسلة الوصل ما بين التاجر الكبير وبين مين وبين المتعاطي أنا كنت باستنى تحكي عن التعاطي وتحديدا تعديل فيما يتعلق في العمر هذا لربما يجب النظر فيه في أيام قادمة العمر يعني شوف إذا كان دون الثمانطاشر سنة أنت عارف الحدث هي اختصاص نوعي لمحكمة أمن الدولة إذا كان دون الثمانطاشر سنة أما ما فوق الثمانطاشر الآن فوق الثمانطاشر لمحكمة عفوا أمن الدولة أيضا الأحداث لأنه الاختصاص النوعي بنظر كل قضايا المخدرات هي لمحكمة أمن الدولة وليس لمحاكمة المحاكمة العادية فإحنا بحاجة فعليا إلى همة وطنية عالية إلى أن يتفاعل كل الناس الأمهات أن تخبر عن أبنائنا المتعاطين أي سلوك داخل البيت مش تخبي عنه والطبطب عليه يجب أن تقوم بالأسرة أو الأجهزة المعنية حتى تتعامل معه قبل أن يستمر في إدمانه ويرتكب جريمة من أبشع أنواع الجرائم في البيت الذي يؤويه بدي أشكرك جزيلا شكر الخبير الأمني والقانوني دكتور عمار لقدار شكرا جزيلا لوجودك معنا حياك الله حياك الله